موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اللغة الفرنسية سنة الخامسة ابتدائي نستأنف معه الأوتوغراف إن طريقة كتابة الكلمات إذن فد الفقرة سنرى الفرق بين هد الكلمات طبعا كما نلاحظ بأنها تنطق بنفس الطريقة إذن تنطق سي 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 ما هو الفرق بين هد الكلمات هي تنطق بنفس الطريقة طريقة كتابة تختلف من كلمة إلى أخرى وبالتالي يختلف المعنى أيضا هذا اللذي سنرى هنا في البرمي بارغراف سنرى ودكوفر أنا ألاحظ وأنا أكتشف إذن سنرى 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 إذن أنا أو splitting النجمع ومسيق توم مفرد النساء السقوم المتالية نفسي سالة الان أي سالة من الطبيب في نطبيب يقولون نقولون سيدة سيدة العرب المثال سيدة العرب هل سنتي سوستي هذا الزقق سوستي سوستي لكن معناه هذا الزقق سوستي مقصود بها تلك الزقق هذه الزقق ثم عندنا سيزوازو إذا سيزوازو هذا العصفر هذا الطائر هذه عصفر هذه العصفر وهذه الطيور إذن سيزوازو إذن كما نلاحظ كلمة وازو وبلوريال دمام سي سي لبلوريال دو ست عندما نتحدث عن س ها و سنجلي مسكولي و سنجلي مسكولي ون يتلز س ماي وفيميلا سنجلي كيف نتلز إذن في المؤنث المفرد ما زنستعمل و مسكولي سنجلي و نتلز س و ندى سو غارسون كم إيزامل و ندى سو غارسون سو غارسون إذن نستعمل س إذن نستعمل مع المذكر المفرد س ثم في المؤنث ماي نستعمل ست نستعمل ست نقول ست في ثم عندنا في المذكر ولكن الذي يقول مبدو بإنفويل مثلا كلمة لا يمكن أن نقول سو تأتي في الكلام تقيل شيئا ما إذن نستعمل هات ست إذن هات ست ما هي إلا هات سو لكن لأن الكلمة كما نقول مبدو بإنفويل لأنها كما نلاحظ لا تونطق نقول ست أوم ست أوم إذن طبعا نستعمل هات ست هي بحقي قليل مذكر ولكن نضيف لأطي لأن الكلمة مبدو إن ويال نقول مثلا ست أوم فو هذا الطيب إذن نتكلم هنا عن أدوات إشارة إذن نقول س ست ست ثم في الجمع ماذا نقول س نستعمل س لكل هات الكلمة س ست ثم هات ست فالجمع يكون عندنا س إذن هذا الذي نلاحظ هنا إذن عندنا ست جمع س عندنا س جمع س ثم عندنا ست جمع س ثم ننتقل إلى نوع آخر من الكلمات يمطق مثل هات س اللي هو تكلم عن نوعوت الملكية إذن نتكلم عن صفاليز مثلا صفاليز إذن صفاليز شنو نقصد به صفاليز تلك حقيبته لما كنا كنا حقيبته مباشرة حقيبته أو حقيبته إذن إذا كانوا نبزل للحقائب تعود له أو تعود لها ماذا نقول صفاليز نقول صفاليز إذن حقيبه أو حقيبه ثم عندنا صفاليز صفاليز كتابه ثم في الجمع صفاليز 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 يعني كتبه إذن هاتسي وهاتسا من تجي سا إصي من تجي نتكلم عن شيء ما يعود لأنا إذن أقول ما ماذاليز نقول ماذاليز ديك ثم طا غاليز إذن حقيبتك ديك ثم سا غاليز حقيبته ثم في المذكر أقول من ليفر ثم طالب طالب ليفر ثم صن ليفر صن ليفر كما تلاحظون هنا الحساب الكلمة واش هي مذكرة ولا مؤناتة نستعمل من طن صن أو نستعمل ما طا سا ثم في الجمع في الجمع طبعا أقول ماذاليز ثم مع المذكر أقول ماذاليز كيش فرق ثم طي طي ظاليز يعني حقائبك ثم طي ليفر كتبك حقائبك كتبك ثم سي ظاليز حقائبك حقائبك ثم سي ليفر كتبه إذن لدينا ما طي ما طي سي هاتسي كما نلاحظ هنا لزادجيكتيف بوسيسي عندما أقول مون ليفر إذن نتكلم عن الملكية إذن نتكلم عن لغة بوسيدي بوسيدي يعني أنك تمتلك إذن نسميها آدجيكتيف بوسيسي هاتسي مع هاتسي تمتق بنفس الطريقة إذن سيفوري هذه الغابات سيفاليز إذن حقائبه إذا قلت مثلا سيفاليز ثم سيفاليز سيفاليز ثم السيفاليز هذه الحقائب ما هذه المقصود بها حقائبه أو حقائبه سي لير ثم سي لير هما أنا نقصد هنا سيفale هذه الكتاب نتكلم على جمعنا مش سيفاليز 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 جمعه إذن نتكلم على سيفاليز يعني هذه الكتاب ثم عندنا سيفاليز طريق سيف 수ice كتبه أو كتبه سي لاني بيرسار إذا نتكلم عن سي لاني بيرسار إنه عيد الميلاد جي بأي خير سي لاني بيرسار يمكن أن أكتب سي لاني بيرسار إذا نتكلم عن لاني بيرسار مدام أنها مسبوقة بهد قضي إذا أكيد أن هذه كلمة مذكرة كما نلاحظ أنها مبدوقة بإنفويل إذا نقول سي لاني بيرسار سي لاني بيرسار اني بيرسار بار إذا أنا عوض اني بيرسار باش نعوض بار اني كلمة اني كلمة سنة جاي كري ست اني جاي كري ست اني أنا أكتب هذه السنة ماذا؟ هذه السنة إذا طبعا أكتب هات ست ست ولا أكتب هات ست لان هذه تستعمل للمذكر المبدوء بإنفويل أما هذه فتأتي أمام الكلمة المؤناتة ثم عندنا غارسون ماذا نقول؟ غارسون جاي كري غارسون أقول سو غارسون ثم عندنا كلمة بلانتي إذا هنا تدخل كلمة جديدة بحقيقة كلمتين هنا إذا تتكلم عن سو اي سو اي إذا عندنا لغة اتر ثم عندنا سو إذا هنا سي بلانتي تر Bridget yon سي بلانتي طبعا نتكلم عن غريسة غريسة سي بلانتي فعلي إذا نقول عنها إلا سي بلانتي نقول عنها إلا cie بلانتي لا اذا نتكلم عن الشجرة مثلا انها زريعت. هاتسي. هادا لوكسيلياغ اتر. تيجي معه. لوفيرب سو بلونتي. زريع. طبعا لوفيرب بلونتي انك تزرع. لوفيرب سو بلونتي. يعني كما نقول زريع بلونتي انك تزرع. سو بلونتي. يزرع. اذا عندنا في البخيزو نقول. يل سو بلونت. يل سو بلونت. البخيزو نقول يل سو بلونت. يعني ويزرع. اما في الماضي الباسي كومبوز نقول يل سي بلونتي. يعني انها زريعت. اذا طبعا هاتسي ايضا تنطق بنفس الطريقة. ولكن هاتسي تأتي امام فعلي. جميع الافعال لتتكون عندما تزرع. نتكلم مثلا عن كما نراحظونا عندنا مثلا سو بلونتي. سو باتر متى. يتصارى. سو باتر. حاج الافعال في التأم كومبوزي. متى لباسي كومبوزي. تتصرف مع ايضخ. ما تتصرفش مع افواغ. كما تعرفو بان الافعال في الازمة المركبة يمكن ان تصرف مع ايضخ. حسب وعلى فعل برنومينو الافعال المصدرين تصرف في الأزمن المركبة بحال 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 بلا غير ذلك تصرف مع لكسيليا اتخ لا تصرف مع افواغ هل تعرفون هنا لدينا الفعل سوبلانتي أنه يصرف مع اتخ ولكن في البرزن تتصرف الفئر البحده تتصرف الفئر البحده لا تكون معه لكسيليا طبعا تنتم سامبل هو زمان باسط حيث تتصرف الفئر البحده لا تكون معه لكسيليا يأتر أو أفوار إذا انتم معدنا سيدعني جور سيدعني جور هادي هي سيدعني جور أجل أيام الأخيرة سيجور أو نقول سجور إذا نتكلم عن سيجور هادي الأيام ثم سجور هذا اليوم أو نقول سيدعني طبعا حدد اس مع السيدعني جور هادي اليوم الأخير مثلا ثم عندنا سيزامي سيزامي طبعا في المفرد نقول سونامي يعني صديقه سيزامي أصدقاءه ثم جمان تخين إذا جمان تخين إذا عندنا هنا جايكري لبلوريال دينو سويفون إذا نشوفكم مش فهمتو لله جايكري لبلوريال دينو سويفون إذا أنا أكتب جمع الأسماء التالية ماذا نكتب هنا سيزامي آه سيزامي إذا أشمل نوع ديال السي اللي غا نستعمل هنا سي او اس آه سي او اس إذا طبعا سي نكتب سيزامي ثم نضيف أسر اللي خريك سيزامي ثم عندنا ساسور ساسور ماذا نكتب هنا؟ ساسور 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 سي سير طبعا نضيف أس ثم عندنا سليفر سليفر إذا في الجامعة ماذا نقول وبلوريال كيف سندي؟ سليف سليفر إذا نقول مثلا سليفر خدا دي انا في اللوريال اس طبعا ندنا سان كامراد سان كامراد أو اللوريال سان كامراد سان كامراد هات سو اترجى السي سي سي كامراد سي كامراد سان كامراد ثم عندنا ساتذيل ساتذيل شو نقصب ساتذيل؟ هذه المدينة هذه المدينة إذا في الجامعة نقول ماذا؟ وبلوريال كيف سكون دي؟ سي في إذا نقول سي ذيل ثم عندنا سان كيي سان كيي وبلوريال كيف سكون دي؟ سي كيي سي كيي ثم نقول سي كييي ثم عندنا كومبليت بها السي أو السي شوفنا السي أو السي السي شو نقصد بها السي؟ هي اللولة طبعا هات السي اللولة طبعا هات السي هادي شو نقصود بها? نقصود بها سو اي. طبعا عدنا هنا انفويل وعدنا هنا انفويل تنحيدو هاد الفويل وتنديلو ابوستخوف. عمدي? اذا عدنا السي. اذا نقصود بها سو اي. هذا هو الاصل. ثم عدنا السي الاخرى. عمدي? هاد السي انفويل القصود بها? ها؟ ها. اي هاد الس duy المن هذه ديال الفويل ها. هم دون الله. هاتسو بتتكون مع الفويل. بحل يذكر الاان مثلا سباطر فالغب أتخذتكم معك مثلا مثلا سبلاسي مثلا سبلاسي مثلا سديفندر إذن عندنا أفعال تبتدئ بهذا الس إذن هذا هو الأصل لهذا السي طبعا مائل أو أهل أو أهل تكون عندنا أدئي مثلا إلي ألي مع أتخ مثلا صرف الشفعل مع أتخ مثلا أو عندما نتحدث عن صرف إذن مثلا لغب سبلاسي إذن نقول إل سبلاسي مثلا لغب سبلاسي نقول إل سي بلاسي بلاسي أخذه واحد المكان مثلا لغب سبلاسي كما نقول أنه تم موقعه إل سي بلاسي إذن نتكلم على لغب سبلاسي أو بلاسي كومبوزي طبعا سيصرف مع نوكسليا إذن هنا تتحدث عن هذا السي أما هذا السي نقول سي هذا هو سي ماذيل إنه مدينتي سي مصطفى إنه مصطفى إنه مصطفى هندولا سي المونطان إنه جبل إذن استعمل هذا السي سي كما نراحظ بأن فيها هداك إشارة ليس طبعا حدفة لأنه مبدو أبئنه هندنا الامبلانس قي أغيف ماذا نقولونه الامبلانس قي أغيف إذن سيارة الإسعاف التي تصل سيارة الإسعاف ماذا نقولونه هل نكتب هذه أم هذه الولا أم الثانية لدينا الامبلانس هدي عندها الس إ هدي عندها س أ لولا عندنا الأولى إذن طبعا هاتسي كما لاحظنا أن تأتي أمام إسم هاتسي طبعا عندها أداة إشارة كما نلاحظ وأداة الإشارة غالبا نشير بها لإسم إذن نقول سلامونطان سلامونطان إنه الجبل إذن طبعا تأتي أمام الإسم أما هذه كما لاحظنا بأن تأتي أمام الفعل هاتسي عند سولتي كوم الأفعال برونمينو لابا برونمينو هاتسي إذن نقولونا سلمونطان سلمونطان آآآآآآآآآآآآ ملوح Chong كي أية هاتسي آآآآآآآآآية طبعا عندنا أمان Juan آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ boxягиваем عاند آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ application دانストان لدينا الطفل كسارة ولكن لدينا الطفل كما لو نقول هو لي هرس شي حاجة منه كسار شي حاجة منه كمال ونقول بأنه كسار شيئا منه كسار عضو منه اذا طبعا ما نستعمله ؟ هل سنستعمل لو ذاك كاسي ؟ لو ذاك كاسي انك انت تتكسر شي حاجة اخرى ولكن هو كسر شي حاجة من الجسم دياله ما سنستعملوه ؟ سنستعمل سو كاسي يعني كسار نفسه كمال ونقول اذا هنا شي مفى فينا دارك نستعملو سنستعملوا السي ونستعملوا السيلول سنستعملو س' a وعدنا س' a شنر غ نستعملو سلي فعله فرغ انا وجوج فيهم لوفيب احضر هدي فيها سه هدوها الفرق بينيتم هذي هادي انس تعملو ربي انس تعملو رب سكاسي انس تعملو رب سكاسي سكاسي إذن نقول انفان سكاسي لجمب انجوان بان لكور دو لكورل تومين دنا اوهور دو لون لفت دمر اوهور دو لون لفت دمر اوهور دو لفت دمر عيد الام عيد الامات ماما الام كما نقول امي بان قابية طبعا قابية كما نلاحظ نتكلم عن لابيسة اذا نش من فعل هي لبسات رأسها وش قابية قابية يعني انك انت تتلبس شواء اخر هدولو رغب قابية سو ابي سو سو عابية بما معناه شوفنا هدنا هد اش كأننا لا تنطق كأننا ننطق مباشر هد اه وبالتالي غنحيدو هد ا وغنديرو ابوستوف بيدن تنطق صابي تنطق صابي اذا هنا شنو هنستعمل اوجودوي هدنا كلمة اسم لفات يعني الحفلة او الاحتفال او العيد اذا اوجودوي اذا ماذا نقول هسا نستعمل السي اس او هسا نستعمل السي اس ابوستخوف اي سو هنستعملو هذي هنستعملو السي هدلولا اوجودوي سلافات اذا اليون اوجودوي السي لفات يك سلافات اوجودوي سلافات اليون انه العيد اذا ماما تم عندنا بيع ابي ماذا نقولونا ماما س س سابي ماما هل سنقول س ام اد س ماما اس نستعمل اس ابوستخوف اي اس ابوستخوف اي اذا سنقول ماما س بيع ابي ابي نوضيف هنا ا كما هنلاحظو هنضيف واحد ا لاحقاش ماما كلمة مؤنعة والفعل مصرف مع اتخ وبالتالي هنزيد ا تتأثر تتأثر الفعل تصرف ديالو هندي الى كان هنا الجامع هنزيدو اس هنا غير احنا من قبل مزدناش مع المذكر لان المذكر ما تنزيدوش فيها ا ثم انا تنتكلمو على المفرد المفرد ما هنزيدوش اس هنا عندنا جوني فالي جو كومبليت ليفخاز باع س س أو س إذا عندنا س مات طبعا جو كومبليت ليفخاز باع س س س أو س إذا انا اتميم جمال بها س أو س أو س س صلاة هذا الصباح قال ثم عندنا يعني أنه استيقظ عالي استيقظ باكرا دو بون اذا مات نقول هنا قال هل س نستعمل هات س هات س أو هات س طبعا كما نلاحظ عندنا فعل هنا عندنا فعل دو هو لذوب عمنا لذوب شم فعل هذا شم فعل ها غيفي غيفي أنت توقيت شخصا مثلا ثم عندنا هو استيقظ هو استيقظ يعني أنه أيقظ نفسه ثم أيقظ نفسه ماذا نقول أيقظ نفسه واش نقوله س س س س سنستعمل س غي 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 س غي غي إذن هنا ماذا نقول س ماذا آلي آلي إذن س نستعمل ماذا آلي س غي غي س غي غي س غي آلي س غي دو بانر إلى آخر كار ثم كار كار جور عدنا إسمنا ماذا نقوله لجور دو رانتخي لجور دو رانتخي عش منسا غي نستعمل لجور ركيم ربع كار ثم عندك غي تقول لجور دو رانتخي يوم الدخول لأنه يوم الدخول طبعا لأنه يوم الدخول إذن ماذا نقول اللولة ثانية ثالثة الرابعة شما نستعمل اللولة التانية والثالثة والرابعة استعمله الس هين الس اللولة لولة هادي هي أيام الدخول عنده الف ها ه منها اللولة التانية والثالثة الغ اللولة التانية ������很 icio تانية التانية ها لا نستعمل هذا إنه أغير اضع مصطفى سلام منطق كان رائع مصطفى سلام هذي تستعمل رفع السور هذا لا تستعمل أمام الاسم أمدي أما اللي تعطيه لجوغ أبدو لجوغ ثم هذا الهوض ثم هذا الهوض هذي لجوغ ثم سي دقائه نقول سي دقائه فهذه الأيام نتكلم بالمباشرة و نقول عمره هذه ثم نقول لجوغ فهذا الهوض ثم علمت السي هذه الصيدة تستعمل للأشياء التي تعود له أو لها إذن نقول مثلا سيجور أيامه أو أيامه إذن نتكلم عن الأيام التي تعود لواحد الشخص أو تتعود لواحد السيدة إذن نقول سيجور طبعا نضيف أس هنا هم دي ولكن هنا عدنا بأن لما تدام الصباح عالي سيغي إذن عالي استيقظة طبعا استعملنا هد سي ثم دوبانور دوبانور يعني باكرا لماذا هو استيقظة باكرا؟ كار سيجور دولارونتري لأنه إنه يوم الدخول طبعا سنستعمل هذه سيجور دولارونتري إنه يوم الدخول ثم نقول المي المي شمن فعل هذا؟ ماتر وضع إذن هو يضع هو يضع ماذا؟ المي المي كيف حاجة؟ المي ثم بليبو فيطمو يعني هو وضع شي حاجة بليبو فيطمو يعني أحسن الملابس هو وضع أحسن الملابس واضح بأن هاد أحسن الملابس ما لها كهنا شكل ما غدزيدو على طبعا هتكلم عن بليبو فيطمو إذن هتكلم عن إسم هذي إذن إذا استعملنا هاته السلولة إذن المي سيبلي بو فيطمو شو غيولي المعنى هنا؟ شو غيولي المعنى؟ إلا استعملنا اللولة المي سيبلي بو فيطمو إذن هش غيولي المعنى؟ هات السلولة شو تستعمل هذي؟ هات السلولة شو ننقصود بها؟ هذي هذي إذن هش غيولي المعنى؟ إلم سيبلي بو فيطمو هو يضع هذه الأحسن الملابس شو غيولي أحسن؟ هنتين تكلم عن ها؟ ستن هذي هنستعملوا هذي هم هو يضع أحسن ملابسه هو يضع أحسن ملابسه إذن هو اللبس أحسن عنده هذي هو المقصود بها أحسن ما عنده هو البس أحسن ما عنده لأنه يوم مميز كم تكلم؟ إذن إلمي سيبلي بو فيطمو طب هنستعمل هذي سيبلي بو فيطمو ثم بارون عدنا الوالدين لو يمونتر عن ساك عن بلاستيك عدنا بارون الوالدين إذن كينا شي حاجة الوالدين وش غنستعمل هذي هؤلاء الوالدين هنستعمل سيب بارون والديه هؤلاء نستعمل سيب بارون طبعا هذي ستتكون مع المفرد ما هتكونش مع الجامع هنعدنا الجامع ثم عندنا سي هذي ستتكون مع الفعل هذي ستتكون مع المفرد مع الاسم المفرد نقول هذا فلان أو إنه فلان أو إنه شيء ما ثم عندنا هذي سي تتكون مع الفعل إذن عدنا احنا بارون عدنا الجامع ثم عدنا اسم سيب بارون إذا نقول سيبارن يعني والدي سيبارن سيبارن يعني أن والدي أروه أو دلوه على كيس من البلاستيك إذا دلوه على كيس من البلاستيك ثم قالوا له خد خد ثم ماءونا نتكلم عن ماءونات يعني المدرسة بعيدة إذا قالوا لي خد كينا شي حاجة ماءونا سيبارن كيناش عندنا سيبارن سيبارن ولكن إلى الس quedar نضروه سيبارن 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 آآ وثيبارن إذا نستعمل المعلوم عن L3 لي good المقصودة فارغ خد هذه الماءونات خد هذه الماءونات كل الهات سيقولون له خن سي هو فيزيون لايكون نلوان إذن نتخلص هذه الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله